أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة العاشرة أنواع الأقطاب والخلايا ونعطي مثال آخر عن الخلايا الأولية وهي البطارية القلوية في البطارية القلوية الأند يتكون من إناء من الخارسين بينما الكثد يتكون من ثاني أكسيد المنجنيز أما الإلكتروليد وهو المادة الموصلة للتيار الكهربائي فتحتوي على هيدروكسيد البوتاسيوم طبعا هيدروكسيد البوتاسيوم هي مادة قلوية قوية لذلك هذه البطارية تعرف بالبطارية القلوية لأن أحد مكوناتها هو هيدروكسيد البوتاسيوم طيب ماذا عن التفاعلات؟ الأند طبعا هو مكوّم من الخارسين إذن الخارسين يتأكسد ويتم فقدان إلكترونين لأن الأند هو مكان الأكسدة ويتم استهلاك الهيدروكسيد أما عند الكثد فإن ثاني أكسيد المنجنيز يختزل من حالة تأكسد مقدار موجب أربعة إلى موجب ثلاثة نقصان في عدد الأكسدة إذن هذه حالة اختزال ويتم اكتساب إلكترونات بينما التفاعل الكل يكون هو مجموع تفاعلي الأند والكثل طيب ما هي مميزات البطارية القلوية؟ من مميزاتها أنها تعطي تيار أكبر من العمود الجافت حيث أن القوة الدافعة الكهربية للبطارية القلوية 3 فولت بينما في العمود الجاف القوة الدافعة الكهربية 1.5 من 10 أي أن البطارية القلوية تنتج ضعف ما تنتجه خلية العمود الجاف من التيار الكهرباء كذلك فإن عمرها أطول لماذا؟ لأن المتفاعلات يعاد تكوينها مرة أخرى كيف؟ لاحظ عند الأند يتم استهلاك الهايدروكسيد لكن عند الكثط يتم إنتاج الهايدروكسيد مرة أخرى إذن يمكن القول أن المتفاعلات يعاد تكوينها مرة أخرى ما هي عيوب البطارية القلوية؟ ككل الخلايا الأولية لا يمكن إعادة شحنها وتستخدم لمرة واحدة فقط مثال آخر للخلايا الأولية هي بطارية أكسيد الفضة طبعا لأن الفضة نسبيا غالية الثمن إذن هذا النوع من الخلايا يستخدم في المنتجات غالية الثمن كساعات اليد الإلكترونية والكاميرات والحاسبات الإلكترونية الأند أيضا من الخارسين بينما الكثد من أكسيد الفضة وهذا هو تفاعل الأند أكسيد للخارسين بينما في الكثد يختزل الفضة الفضة يتم اختزالة وهذا هو التفاعل الكلي للخلية بينما عيوبة أنها طبعا غالية الثمن هذا النوع من الخلايا غالي الثمن دمازا لاحتوائه على الفضة وأيضا العيب الموجود في كل الخلايا الأولية لا يمكن إعادة شحنها وتستخدم مرة واحدة فقط ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقر الكيمي الكهربية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر